القانون بيقول برنامج إزاعي للرد على استفساراتكم القانونية يزاع على الصفحة الرسمية للمقابة العامة لمحامين مصر أهلا بك أعزائنا المستمعين وحلقة جديدة من برنامج القانون بيقول ورد لنا سؤال على الصفحة الرسمية للمقابة العامة لمحامين مصر بيقول هل يجوز للمورث تقسيم تركته كلها أو بعضها على ورثته حال حياته أجاز المشرع في أحكام القانون المدني وقانون الوصية قسمة المورث لتركته كلها أو بعضها على ورثته حال حياته على وجه المصلحة التي يراه حيث نصت المادة 908 من القانون المدني على أنه تصحه الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة معينة لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية ونصت المادة 909 من ذات القانون على أنه القسم المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما وتصبح لازمة بوفاة الموصي ونصت المادة 912 على أنه تسري في القسم المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسم عامة عاد أحكام الغدل والمادة 908 سالفة الذكر تقرر المبدأ العام في هذه المسألة وهي منقولة من المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والتي جرى نصها على تصحه الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصي فإن زادت قيمة معينة لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية بتعرض هذه المصوص تمكين الموارس في توزيع ثروته حال حياته إما في صورة وصية أو في صورة عقد قسمة مضافة إلى ما بعد الموت فمن حيث أنها وصية يجود للموارس رجوع فيها دائما حال حياته ولا تصبح لازمة إلا بوفاة ومن حيث أنها قسمة مضافة إلى ما بعد الموت بتسري عليها أحكام القسمة وبخاصة أحكام ضمان التعرض والاستحقاق وأحكام امتياز المتقاسم ويستثمى من تلك الأحكام الغبنة فهو لا يسري على قسمة الموارس حيث يجود للموارس أن يعطي أحد الورصة أكثر من استحقاقه والزيادة هنا لا تكون غبنة بل تعتبر وصية وتنفس دون إجازة الورصة ما دامت في حدود ثلث الترك اللي عاوز أقوله لك إيه؟ الأصل هو أن لا يقوم الإنسان بتقسيم ثروته حال حياته قسمة التركات لما قد يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة فالأموال قد تزيد وقد تنقص وقد ينعدم بعضها وقد يفقد أحد الورصة قبل وفاة الموارس ويزداد الأمر مفسدة إذا قصد الشخص بالتوزيع حرمان بعض الورصة أو الإضرار بهم لما في ذلك من تحايل على نظام المراس الإلهي لكن إن غلب على ظن الإنسان نشوب الخلاف والعداوة بين أولاده بعد وفاته وتحقق من ذلك بالقرائم الظاهرة وخشي على تقطيع الأرحام رخص له في توزيع صروته شرعا وقانونا فتكون على سبيل الهبة شرعا ووصية أو قسمة مضافة إلى ما بعد الموت قانونا إن الالتزام بأوامر الشرع يجفف منابع النزاع ويحافظ على سلامة الصدور وصلة الأرحام والأموال قد تزيد وقد تنقص وفي النهاية نتقبل كافة استفساراتكم القانونية على وعد بالرد عليها في أقرب وقت كان معكم تامر صادق المحامي بالنقطة